موسيقى حربي لقيتهم يا حربي انت يا تحظك كده دايما نفرج لك خلص يا عمي خلينا نمشي من هنا نمسك موسيقى احنا تسلمنا ولا يا صح استنى انت بسدنا انا هتكلم معه حربي لا انا اسمي زين انا حربي لقيتوا اللي بتدور علي لا اين ايه عربيتكم فين برا منطقة الجمهوركية يلا فيلو كنتينر و هاد الصندوقين انت علي وصلوا انت عتبص البعض يلا بسرعة عادل محد ييجي موسيقى فكرك الناس دول اللي جولنا دول مين بتلاقيهم اللي بيقامنوا العملية للباشا الكبير وعارفين بقى ايه اللي في السناديق دي بتلاقيهم بس بينة فوز الاوامر من غير ما يعرفوا الي جوا السناديق لا بس مني وبينك أنا روكها بخبطت في بعضها ودمي نشف أول ما لقيت العربيات دي دخل علينا هو نشف بعائلة زينة بس الحمد لله عدت على الخير الحمد لله انت ماشي بالروحة كده ليه ما تشد يا عم الدنيا ليه ما فيش رادار خلايا نخلص بعمل تهمة اللي ورا دي بس كده انت تهمة يا أشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا ماشي يا بورعي والمصيبة اللي جوا دي هنعمل فيها ايه ارميها في اي يداية وبحصنع عالكبارية أنا بقول نخلص منها احسن بدل ما تقعد تطرتش بالكلام بالعكس أنا عايزة تكلم و تطرتش بالكلام عشان يوصل للوادي اللي اسمه زين دا دا أنا عارس ودي دا لو الوادي زين عارف الكلام دا هيكسر الدنيا وهو ده المطلوب انا عايزه بقى يتهور ويتجنن ويعمل قلق انت عارف البشر الكبير بتاعنا لبيحبش القلق ساعتها بقى هيخلص من اللي اسمه زين ده وصاحبه اللي اسمه حاربي ومش بعيد كمان يخلص من عنطر طبعاً مش هو السبب وهو اللي جاب له الايال دي ساعتها بقى برعي مش هيبقى الحجر غيري واخدها مقشرة فهمت بقى برعي؟ فهمت يا برعي فهمت يا برعي مهم ما تدخرش علي يلا يا حلو يلا قوي معايا وخلصيني بدل مرميك في النير وأخلص منك هلو ايو يا حربي ايه الاخبار؟ كل خير عن تربية انت فين؟ انا جاعد بستنيك في المكتب جبت المصلحة؟ بقولك ايه عن تربية فانا مش هجيلك المكتب قابلني كمان ربع ساعة في مخازن الجبل اللي عند المحاجر لو وصلتوا ما لقيتاكش مش هستني ما في ايه؟ ما تأخرش حربي حربي يلا بينا فين؟ ايو يا بس على فين؟ عالمخزن الجبل يلا يلا مش معنى هاني مخازن الجبل لانهم لو كانوا مدبرلين اي حاجة هيكونوا مدبرينها في مخازن عنطر مش هو مخازن الجبل بهمت يا فلح وانكم نستفيد يا كبير يلا يلا داري نهاية الح ليم السيد اشتركوا في القناة 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 يعني ما بقيتش عند المعلمة الله يكون راح فيل يا عم اه 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 وكي اه باس يا حربي كنت فيه ما انا قلتلك يا عم اني بيت عند المعلمة انا معلمة حبيب انا بعت بركة اسأل عليك هناك قالوا لي انك معت بتهاش اصلا كنت فين يا حربي لا ما انا اصلا عدت على ابو صلاح شوية يعني و قد نجيت علينا قد نجيت علي هنا ايو عدل بيه تحت امرك النهاردة طيب طيب انا هجيب زين وجيلك علي طول مع السلامة ايه يا حربي عايزنا في ايه عدل بيه عايزنا نفوت عليه في المكتب ليه يعني عايزنا في الشوار المهم مشوار ايه ده البشاك كبير طالب يقابلنا وهناعدى على عدلي وهيخدنا على هناك ايه يا حربي الهبل ده يا حربي وانت مش عارف ان انا راح اجيب دعاء من عند الدنيا النهاردة ولا ايه بقولك ايه سيبك من دعاء خدنا نغير هدومنا نشوف الراجل عايز ايه ومع كده عامل انت عايزه يعني هي حبكت يا عم حربي دلوقتي لاي الله هي الا الله يا زين بقولك ايه انا مصدع ودماغي قد كده ومش حملا نقار يلا نغير هدومنا ونشوف مصالحنا اتأخرت من شعبال ما جيبت زين وجينا وبعدين يعمل الناس طول صباحا الخير في الاول مش تخش قافش كده في الناس على طول اذا بينا اشنات اخر شعل بشي اهلا اهلا اه اسف يا باشا على التأخير يعني على ما جمعتهم شكرا يا عدلي تقدر تتفضل انت دلوقتي اه طب حرب وزين يا باشا مش مشكل اي حد من الرجال تعي رواحهم مع السلامة عدلي اه مع السلامة عدلي يلا اه طيب يا باشا انا استعزنان يا باشا يا باشا راشا ايه باشا تبعات الورقة اللي جوها ده بالفاكس وجايزيننا اي حاجة ساعة نشرفها يلا امرك باشا ها يا رجال العملية مشيت تمام ايش طيب باشا كويس كويس او اقولك ايه تعالوا نقعد بقى عشان نتكلف التفاصيل يلا تعالوا تعالوا اولاد تعالوا 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 انا طلبتكم النهاردة محصوص عشان عايزكم في عملية خطيرة شوية العملية دي لازم تتعمل بممتهى الدقة والحرص والسرية يعني مفيش اي مخلوق على وجه الارض يعرف بيها غير انا وانتوا وبس تحت امرك باشا عملية ايه باشا لساعتك طالبها منها انتوا مش مبارح وديتوا البضاعة على عنطر حصل باشا واخدها على عنده في المخازن او انا عايزكم بقى تاخدوا البضاعة من عند عنطر وتخبوها انتوا في مكان الجن الازرق معرفلوش طريق تحت امرك باشا طبعا بس ليه يعني لما اقضى هو حصل حاجة لسامح الله حربي كلام اللي انا اقوله اوامر واوامري لازم تتنفذوا من غير اي مناقشة ارفوهم؟ زي الشمس في عيزة الظهر يا باشا طب ساعتك عايزنا نعمل العملية دي امتى يعني؟ في اقرب وقت بكرة او بعد وبكتير نيجي بقى لسا عزام عزام عنده في الكبارية كمبيوتر صغير لابتوب يعني الكمبيوتر ده عليه ملف بكشف بكل بيانات العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم واللي بنوزع من خلالهم البضاعة انا عايزكوا تجيبوه للكمبيوتر ده من غير ما عزام يعرف ولا حتى يحس طب ازاي باشا نعملها من غير ما يعرف ولا يحس وهو اول ما هيلاقي ان الكمبيوتر ده مش موجود هيعرف عاوثوله انه تسارق صح صح يا زين يبقى عزام مش لازم يعرف طب و دي هتتعامل ازاي لما ورز لا دي لابو اخذة بسيطة خالص بعد ما تاخدوا البضاعة وتجيبوه للكمبيوتر عزام وعنطر تخلصوا منهم ايه؟ نخلص منهم؟ لو انت مش هد العملاء دي ومش هتقدروا تعملوها اقول عادي وانا هجيب اي حد غيرك ويعملها هنقدر باشا ان شاء الله هنقدر هسمع منكو اخبار كويسة قريب هتسمع باشا اخبار كويسة وقريب اوي كمان ان شاء الله هلو هلو خالص عارفين اولاد ساعتا هيكليكو عندي مكافئة كبيرة اوي مكافئة انتو متعرفوش حتى تحلاموا بيها روف ايو خندق فيه بلاغ سرقة محل لازم نتحرك بسرعة عشان نحقق فيه يلو حضر يا خندق نانتو متخف Lu يتوسع روفان ايز اسألك حاجة تفضل افنة ممكن انت لASE التي ترى انك اماني مع حاربة حضرتك المهمة اللي بدي مكلفني بها ان رايب حربي وباللغك عن اي تصرف غير قانون يقوم بي يعني الحاجات الشخصية دي ما لاش علاقة بيها اه بس مقابلة اماني حربي مش حاجة شخصية ولا حاجة انت عارف ان هي بتعمل المواضيع صحفيا واكيد كل المقابلات دي بخصوص المواضيع دي مش اكتر من كده يعني ده برضو خارج نتاقشة وليه لافت بعدين قانيتها اماني يا حر تقابل اللي عايزة تقابله انا بس كل اللي يهميني محتوم فاهم بعد ايسنك يفده حضرتك مش مطالب انك تفاهمني حاجة او تبررلي اي حاجة اقرب بيها وهنا بقى تبرك اخ كبير لي وباكد لحضرتك ان عمر علاقتي بيك مهتتأثر بحاجة شخصية وهدين انا عارف اللي يا نسا اماني انسان محترمة ومتربية وحضرتك مش محتاج تأكيد مني ده انت انسان نبيد يا روف ورغم ان اماني اختي لكن في موضوعك وده هي الخسرات اشهادة اعتز بيها يا فنتم وبعدين زي بورد الحضرتك كل شيء اسمه نصيب كل شيء اسمه نصيب كل شيء اسمه لا يساعدك ل詞 بيها بجد اعطي بيها المحامي عالتليفون سابع الخير اعطي بيها مع الزام في أخبار وحش على شأنك